مساء الخير دلوقتي هنتكلم على تمارين ليها علاقة بالناس الكبيرة شوية في السن والتمارين دي بتبقى مقتصر على مدى حركة ببطء شديد جدا وفي الآخر لازم أنوع على الجسم كله زي ما قولنا فهنبتدي بالتمارين البسيطة أن أنا أعمل لف لجزعي وحاول أوصل لأقصى مدى 30 ثانية التمرين اللي بعده ليه علاقة برضو بحركة الجزع بس للجناب وأطول أقدر بعد كده أقف وانزل ألمس الأرض أو أوصل لأقصى مدى لو لغاية هنا ده مناسب أو مقلب بالنسبة لي أقف واطلع وأحاول دايما وأنا بطلع يبقى ظهري مفروض ما يبقاش فيه أي إنحناقات وانزل لغاية أقصى مدى أقدر أروح له وأنا فارد ركبي وممكن أرجع أعمل التمرين البسيطة بتاعت أن أنا أحرك رجليه لغاية فوق أقدر أعمل التمرين ده بشكل فيه سنة حركة وبرضو بشكل بسيط جدا أقدر أحرك العضلة السفلية إن أنا برضو أعمل الكات كاو وأقدر أنام على ظهري وأعمل شوية تمرين لعضلات البطن بسيطة جدا رجل واحدة تلاتين ثانية والرجل التانية تلاتين ثانية وممكن برجلية الاثنين أعمل ثبات وارفع الحوض من على الأرض علشان العضلات تبقى مونقبضة في حالة انكباض وأقدر أرفع رقابتي لو قادر لو مش قادر كفاية كده أو هنا أو هنا على حسب المدى بتاعي كل ما شيل أنا مش عايز أشيل الرقبة بس من على الأرض أنا عايز أخذ حتة من ضهري وكتافي معايا علشان البطن العلوية تشتغل معايا سبات تلاتين ثانية وريح واطلعتني سبات تلاتين ثانية وريح والتمرين الأقصر شهرة هو تمرين العجلة وبيقى فيه سنة حرقة وسنة ضخ لعضلة القلب علشان بتحرك بشكل فيه سنة سرعة وأقدر في الآخر أعمل تمرين للسكوات ومش لازم أنزل لتحت خالص ولكن أقدر أعمل على قد المدى بتاعي وأشتغل على عضلة السمانة في الآخر إن أنا أطلع أقف لغاية فوق طبعا كل ما يبقى فيه ميول وساند على حيطة أو ساند على مكتب أو أي حاجة أقدر أعمل إطالة أكتر لعضلة السمانة وده بييجي بالتدريج وبالتدريب ودي شوية تمارين مبسطة جدا للناس الكبيرة في السن بتقدر تعملها في البيت من غير إرهاق قدام التلفزيون وبتبقى ممتعة جدا وبتعمل فرق في الجسم وفي الروحة النفسية بعد فترة وأقدر أعملها طبعا الصبح وبعد الدهر شكرا جدا شكرا جدا كماDS اشتركوا في القناة شكرا